حين تكون البطل فكل معاركك محسومة لا فرق بين أول وثاني فرايتك حتما ستكون مرفوعة لعل تلك الحكمة هي ما سيكون على كارلوس كيروش تلقينها للفراعينة قبل أن يخرج لهم من جيبه تفاصيل خريطة الرحلة من القاهرة إلى مونديال 2022 تلك الرحلة التي حتما ستكون شقة لأن طريقها غير معبد بالورود فثم تمحاربون في الصحراء معهم أسود تيرانجا وأسود أخرى أطلسية يتظللهم نصور قرطاج وأخرى نيجيرية لا تقل دراوة على الفراعينة استخدام سحرهم لترويد كل ما سبق فالقرعة في كل الأحوال لن تكون رحيمة في كل الأوقات بالمنتخب الوطني فإما مواجهة نارية مع بطل إفريقيا الجزائر ستعيد لأذهان المصريين ذكريات متباينة تحمل في ماضيها القريب ذكريات أليمة وقعت عام 2009 في السودان بمباراة فاصلة تمعنت فيها كل الظروف على الفراعينة وحرمتهم من الوصول للمونديال أما الماضي البعيد فيعود لما قبل مونديال 1990 والتأهل التاريخي على حساب محارب الصحراء إلا أن منتخبين يقودهم الآن اثنان من أبرز نجوم الدور الإنجليزي الممتاز والحديث هنا عن محمد صلاح ورياض محرز لن يلتفت إلى الماضي كثيرا وسيسعى كل منهما لإثبات تفوقه على الآخر بشتى طرق احتمالية مواجهة الجزائر لن تكون العربية الوحيدة المحتملة مع احتلال منتخب المغرب أحد التصنيفات الخمسة الأولى إفريقيا وهو منتخب متمرس في السنوات الأخيرة على تأهل نهائيات كأس العالم بامتلاكه جيلا حاليا من اللاعبين الموجودين في كبار الأندية الأوروبية على غرار أشرف حكيمي نجم بارستان جيرمن وحكيم زياش المتوج بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي المواجهة العربية الأخيرة المحتملة ربما تكون الأسهل على الفراعنة أمام المنتخب التونسي الذي باتت أسماء أبرز نجومه معروفة تماما لدى المصريين مع وجود علي معلول مع الأهلي وسيف الدين جزيري مع الزمالك بالإضافة إلى مجموعة من المحترفين تتعلق بهم آمال التونسيين في الوصول إلى نهائيات قطر 2022 أما المواجهات غير العربية المحتملة فربما تضع الفراعنة في مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام رفقاء قائد المنتخب السنغالي ساديو ماني وهو منتخب يمتلك تشكيلة تبدو متكاملة في مختلف الصفوف وهو ما يبرهنه وصول أسود تيرانجا إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية الأخيرة والتأهل بسهولة للدور الإقصائي لتصفية المونديال المواجهة المحتملة الأخيرة ستكون متوازنة أمام نصور نيجيريا رغم امتلاك الفريق مجموعة من اللاعبين النشطين في الدور الإنجليزي الممتاز إلى جانب أغلى لاعب إفريقي ذكتور أوسيمين المتألق حاليا مع نابولي الإيطالي إذن على الفراعنة الاختيار ما بين احتمالات أحلاها مر لكن منتخبا يمتلك بين صفوفه لاعبا صنع وما زال يصنع المعجزات قادر على تخطي أي صعب